جزاكم الله خير واحسن إليكم نرى بعض المصممين بمجرد ما الإمام ينتهي من الصلاة إن هم ينصرفون المصرعين إلى خارج المسجد من غير قراءة للأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نصيحتكم يا فضيلة الشيخ لهؤلاء المسلمين جزاكم الله خير الأفضل لهم أن يتريدوا حتى يأتوا بالأذكار المشروع هدبار الصلوات لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيل إلا إذا كان هناك حاجة المبادرة بالخروج كان يخشى على شيء يخوت من أعماله أو هناك حالة استدعي المبادرة بالخروج فلا بأس لكن يأتي بالأذكار وهو يمشي يأتي بالأذكار الذي بعد الصلاة وهو يمشي أو وهو في عمله الذي خرج إليه ولا يتركها